الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على ناجه واقتفى أثرا وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في القرآن في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فرب العزة والجلال بيّن في هذه الآيات أنه هو الخالق الخالق الله سبحانه وتعالى وذي مسألة ما فيه خلاف أصلا وقد خلق الإنس والجن لأن لو سألت الناس الخلق منه قل لك الله سبحانه وتعالى الجن خلق منه الله سبحانه وتعالى خلق ليه أصلا لو سألت أي زورة خلقك ليه ويتعايش في الدنيا لشنو رب العزة والجلال بيّن لك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما نفي إلا استثناء والنفي بعده الاستثناء يفيد الحصر وما خلقت الجن والإنس إلا غرض واحد أو غاية واحدة إلا ليعبدون أشكده لو الله سبحانه وتعالى قال إلا ليأكلون كان الأكل في وراحة للنفس كان قدر ما تأكل بتتقرب لأ الله سبحانه وتعالى لو قال إلا لينامون كان السعادة في النوم لو قال إلا ليبنون المباني كان السعادة في المباني لو قال إلا يركبوا العربات كان في العربات لكن الله وراك الدرب قال لك إلا ليعبدون وبعدين العبادة ذاته قال ما أريد منهم من رزقين ما ظهر منك رزق وكان طبحت ذاته شوف الحكمة دي كيف زول اطبح له خروف في الحج الهدي اطبح الخروف يأكلوا المساكين يعني اللحم ما بيطلع السماء لكن البطلع العمل الصالح لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فرب العزة والجلال دعا الناس إلى عبادته وإلى إفراده بالعبادة فقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكر في سياق أنه تفيد العموم أيضا ما تشرك بالله شيئا أي شيء شكيلا من خلق الناس للعبادة الناس انقسموا لقسمين في قسم ده ما بيعبد أصلاً لا بيعبد الله سبحانه وتعالى لا بيعبد أصنام لا حجار ولا أي شيء بس يقول لك نحنا الدنيا دي تراهو عايشين وبناكل ونشرب بعدين نموت بس في قيامة لا لا ما في قيامة أها الكون ده يقول لك والله دي الطبيعة والشغل دي جات صدفة الصدفة دي بيجي شيء شاذ مرة مرة زول بيلعب باللي قاد يلعب في البلي وما بيعارفينيش يوم ناشد بيقوله صدفة لكن زول يلدوه بترتيب مطفة علقة مضغة وتسعة شهور في البطن ويلدوه وبعد يلدوه يمش يشرب من محل معينة شوف الترتيب كيف ويبقى ضعيف بعد يكبر بعد يبقى قوي شاب تاني يكبر تاني يجي تاني نفس الشغلة ما حقول الشغلة دي صدفة ولا فيه فيه مدبر لو كان صدفة كان زول يلدوه في تزعة شهور واحد في شهرين واحد في تلاتة يوم يجي مستعجل ما رقي شوف الحاصل ما كان بتكون جايطة ساي لكن كون الناس دي داته تزعة شهور دات تزعة دات تزعة انبالغت سبعة معناها الشغلة دي مرتبة ولا كيف هسي دا المغرب بعد العيشة لو المغرب بعد طوال جد ظهور خاشي معناها شغلة جايطة كان ممكن تقول الكون صدفة لكن كونه مرتب دا دل على وجود الله وعلى ان هذا الكون له مدبر وله خالق ففي ناس ما بيعبدوا أصلا ديل همون الدنيا دار يأكل ويشرب ويلعب ويكذب بس خلاص وديل ماذا نتكلم فيهم كثير القسم الثاني ديل بيعبدوا ديل عندهم عبادة وحدين عبدوا الأصنام الله جابهم في القرآن أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى بيعبدوا الأصنام والأحجار والأشجار وحدين بيعبدوا الشمس موجة الشمس دا سدارة أغرب وحدين بيعبدوه شكال رب العزة والجلال قال عن سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى عنده مملكة عظيمة جدا فيها الطير والرياح والجن والإنس ملك عظيم من الله سبحانه وتعالى الدنيو بعدين قال لك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا ذكر ثلاثة حاجات لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين واحد من ثلاثة فمكث غير بعيد الهدهد جراجع فقال يلا انتبه شفا الهدهد طيرة لكن شفا الطيرة دي قالت لي سليمان شنو عليه السلام فقال أحط بما لم تحط به أول شي قال لنا عندي خبر إت ما عندك وده دليل على أن غير الله لا يعلم شنو الغيب دي أول فائدة التوخد قال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأي يقين إت في الشام أهيه وأنا ما شئت سبأ في اليمن أهيه وجئتك من سبأ بنبأي يقين والهدهد غضبان والمزعل مغضب أمرا الأمر الأول قال له وجدت امرأة تملكهم والله قال لنا في ناس هناك زعلان منهم شديد جدا ليه واحد قال له وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ناس بعمم وشنبات مالكاهم مره مالكاهم شكيف صيح البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم شنو امرأة المرأة كان بقت حاكم الشغل جاطت ما في اجتماعات مغلقة بين الحكام ولا ما في وفي لو بقت قاضي كمان شغل انتهت والله بعدين بيجيبوه في قضية المجرم ذاك بيجيب له وردة معاه وفانته ومازه بديه هدية خلاص ذا كسب القضية من لخبة لكن اشكد القضاة الرجال والحاكم بكل راجل فقال لو وجدت امرأة تملكم اني وجدت امرأة تملكم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم واحد اثنين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله شوف الشيطان شوف الشيطان زين لهم كيف وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله النازل ما يسجد لها الله سبحانه وتعالى فديه العبد الشمس في واحدين عبد الملائكة واحدين عبد الجن كان الكفار خش الوادي يقول نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه نعوذ يعني نلجأ ونستعيذ نطلب العوذ بعدين يعني بقولوا يا سيد الوادي من الجن في جن صغار نحن بنستعيذ بك من الجن ديل شكير رب العزة والجلال قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم شنو رهقا وفي ناس ديل عبد الجن في ناس عبدوا الانبية الانبية عبدوا من دون الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم بعدين عبدوا المسيح وعيسى عليه السلام انت كويس انا متكيف منك جدا بعدين عبدوا المسيح عليه السلام في واحدين تانين ديل والله عبدوا الاولية والموضوع ده خطير لكن ده اهم موضوع والبلد ديله ودائر خير ودائر امن ودائرين يعيشوا في قوة اهي وفي نصر يوحد الله تعالى والله الذي لا الى غيره قال تعالى في القرآن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض يخصي موش بلدنا دي في زراعة عليها اي محل زراعتين بتقوم بلد تزرع بمزاج بعد دا لك الغالي مكة دي ما في شتلة قايا مكة دي من الواطبرا ما في بواد غير ذي زرع ليه الناس بيستافر من هنا تمش تشتغل هناك دا مش سؤال وجيه ليه هنا الماء عندهم زراعة ما يجو للمحل الفرق شنو الفرق انه تقديس للبشر عبادة لغير الله تعالى الناس لها السماء عارفة تتوجه وين الرزق فوق قال تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين الجنة فوق او عكتف التشليك جنة في الارض شغل ايدي فوق بتجي من فوق لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير ايش فوق الشفة بيجي من فوق وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الكروبات انت جايط هنا في الارض جايط والله عندي مشكلة والدين والشيخ قرب والسجن والشغل صعب الجاء فوق فوق الله بحلة طوالي من فوق بس بحلة طوالي كن فيكون بحلة طوالي شكذي قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون الله ينجي من الكربة الواحد تلقاه اتفرعا في المشي والجدع بعد شوية امرض يودون المستشفى الدكتوري هبش بيجاي بيجاي يقول له والله مرضك ده خطير ولازم نعمل لك عملية ونسبة النجاح تلاتين في المية وغلاز عيونه بتشتغل نور طويل تاني بيدعب جدا بعد شوية يدخلوه الدرباء تشتغل والكميوتر داك الفيوة زي المشبك داك تحت القلوب دي لما نجيبها لك وانا اتقربتها خلاص شوية وبتعبر بغادي بعدين يجيبوها والجماعة يشوف الكميوتر تيت 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 وزي الارسال القاطع بعد شوية يقول لك يا لطيف امرقني من دي يا الله بس دي يا لطيف يا لطيف بعد شوية الله يشفيو مش مفروض يشكر الله مش ليلة واحد يقول له اسمع كذا دينا حجاب بتاع سكين ودينا حجاب بتاع رزق ودينا حجاب بتاع كدي وفي المسجد يقول إياك نعبده وإياك نستعين يعني نستعين باك انت يا الله امرق برا ينادي غير الله يا فلون الحقنا يا فلون افزعنا افزعك كيف ويلحقك كيف كذا اغني عنه ولو نادوه خمسة ولا عشرة في وقت واحد دانا دا من الشرك وداك من الغرب ودا من الجنوب ودا من الشمال ودا من وين لو نادوه كلهم في وقت واحد الزول دي الحق ياتوا يخلياتوا كذا انا دار اعرف لو الزولة البتنادي فيه دا قاعد يأكل خلي يأكلوا الحق كده الحاصد شنو يا ناس الله قال يا ايها الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ايا شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بعدين في ناس يقول لك نحن بعدين الله كريم وغايته بنقول يا الله نحن كنا بنحبهن يا الله انت قال اللسان دا في ناس قالين الحنك اذا صح التعبير بمش في اي محل زي واحد اخونا اسمه امجد قاعد سيقل لركشة اجارك الله الركيب تاب تشهد ست مرات بعدين قبضوا قبضوا ناس المرور فواحد قال له رخصتك اولا عنده رخصة لا ترخيص والركشة عامله كدي قال له اخ قول خير قول خير قال له الله خير دا زميلنا اسمه خير بيجاي لكنه هنا الرخصة ما بحنك ما بمش معاك التاني اذا بيجاي سيقل الموتر قاعدة سيدي بتكلمين دا بعدين قبضوا الجماعة ماتش يصلي خطبة قال له داري سوى الخطبة قال له جيب الرخصة والله اخونا احمد دا بالموتر قال له انا جماعة والله ماشي لاحق لي خطبة ما في رخصة ولا اي شيء كدي وطبعا ناس المرور يعني جزاهم الله خير نحن الشغلة دي جربنا زول الدين دا بخلوه ماشي لك لاحق لك محاضرة بخلوك ترخير فقال له بعدين زعل منه العسكري قال له لك الله التاسي لعندك رخصة لا ترخيص دار تقول في الخطبة دي شنو يعني بس كذلك الخطبة دي بتقول فيها شنو لعندك رخصة لا ترخيص الكلام اللي بتقوله شنو ما بعدين الله كريم فلذلك في نهاية المطاف انت الواجب عليك تتوجه الى الله تعالى لسانك دا ما بحيلك يوم القيامة كان عامل فان فتح هو يوم القيامة بتغش دار تغش الله سبحانه وتعالى قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء ألا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ناس دين نسوا الله والله نسوا الله لو منسوا اتا داير شنو انا داير عارفك اتا بتمش للبشر انت داير شنو وريني شي عند البشر وعند الله ماف قالوا وما وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم زي زول غنيان عنده شوال بتعجروش وقف في السوق بدي في المساكن ربطة 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 اتا تمش لزول مسكين تقول لها ديني من ربطتك ولا عيلك لابتاع الشوال ما بتبش لابتاع الشوال اي يقول لك الزول دا ما الله ادعو وطيبك الله ادعو الله قفى للباب ولا الباب فاتح انت ما تبش لها الله هديل انت تشحد في داه وده يشحد منه يخلي منه وده عنده شنزاته ما عندكم ينفد وما عند الله باق فالناس يا جماعة توجه إلى الله سبحانه وتعالى والله ودي الدعوة لالله برحمك بها لو مشيت لها الله بتسكر شفت وتقع في الفواحش قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ضلال بعيدا البناد غير الله عشان كذلك انا اختم النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحابي جليل اسم عبد الله ابن حمار رضي الله عنه والصحابي ده بحب الرسول عليه الصلاة والسلام حب شديد والنبي صلى الله عليه وسلم بحبه وبعدين هم ابتلب الخمر بشرب الخمر فينها اتاب خلا فينها بعدين بيجي بشيل هدية بيجي بليه موز قولي يا رسول الله خذه هدية رسول بيقبل الهدية بيشيل منه بعد ايام بيجيبوه جلده تاني بعد ايام بيجي بله كيز بتاع فواكب بيقول يا رسول الله خذه هدية بعد فترة انا اختم الازانجة بعد فترة جاب لكم نفر معاه قال يا رسول الله هذا صاحب الموز أعطي حقه أنا مجبت لك موز هادية ادينت لك من الزولة كذا دي حقه وهذا صاحب كذا أعطي حقه قال ليه يا عبد الله ألمت هدي إليه إنت ما قلت ليه هادية في هادية يدفعه فيها قروش شوف الزولة فيه وخير كيف قال ليه يا رسول الله أعجبني لك وليس ليه مال والله عجبتني بس الشغلة دي لك وقروش ما تعرف البلد وكذي بعدين قال دفع ليه والنبي صلى الله عليه وسلم فيوم لما انضربوا جلدوا طبقوا في بعدين لما شرب الخمر فقال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به زولة طوال يجيب إذكر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله في النهاية الزور رجع فنحن دارينك تدعلك بأن الله براه واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ودى الدرب لا تبقى معانا ولا معفلانا وعلان شك دربك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا على حسن استماع بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة